إحصائية تلو أخرى والأعداد لا تتوقف الوقت يمضي مثقلا كواهل الأهالي في مدينة درنة على أمل العثور على جثمين دويهم وإعادة ترميم المنازل وإصلاح البنية التحتية للمدينة مركز طب الطوارئ والدعم أعلن في إحصائية يوم الجمعة إن فرقه انتشلت 38 جثمانا ضمن عملياته بالمنطقة الشرقية وأوضح مدير المركز محمد كبلان في بيان الله أن فرق المركز قدمت الرعاية الصحية لمائتين وثلاث وسبعين حالة مؤكدا إنها تتواجد في 23 مركزا بالمناطق المنكوبة وفق قوله من جانبه قال عضو لجنة الأزمة في درنة حمد الشلوي إن جهود الانتشال لم تكتمل حتى الآن مضيفا أن العديد من الجثث ما زال تحت الأنقاض وفي البحر وأشار الشلوي في مداخلة مع الأحرار أن لجنة الأزمة تعمل على تنظيف الشوارع والمباني العامة مع بقاء مشكلة الطرق المهددة بالإنجراف في حال سقوط أمطار غزيرة قائلا إن أعمال النظافة يقوم بها متطوعون من شباب المدينة وأعضاء الكشافة من مناطق أخرى في غضون ذلك تستمر أعمال الشركة العامة للكهرباء بصيانة دوائر التوزيع المتضررة في درنة قائلة أن فرقها استكملت تغذية محطة بداية شارع الفنار جهة البحر ومدت الكوابل بحي الساحل الشرقي وشارع الجيش إلى جانب شد أسلاك على خط هوائي مقابل نادي درنس سوف تعود درنة هذا ما يردده السكان والمتطوعون المستمرون في أعمال تنظيف الشوارع المدمرة وسط أمل بعودتها وألم على ما فقدوه من أرواح وممتلكات